مع كرسبو يعني مدرب بسيط قاعد يلعب على الإمكانيات دي المتاهة عنده بيسويها سوفيان رحيمي مو طبيعي إيش اللي يعني الملاحظة رحيدة لها سوفيان إنه ما يلعب زيك كده كل مرة ترى ما يلعب زيك كده كل مرة ما يلعب زيك كده كل مرة ترى إيش فؤال ده سوفيان يعني مع العين في الدوري وفي المنافسات المحلية مو بسوفيان اللي قاعدين نشوفها حتى يعني مباراة العين والسد العين متعادل لدقيقة تقريبا سبعين بتسديد البلاسيوس سوفيان اللعبها ما كان نفس اللاعب ضد الهلال ضد النصر فهو من اللعب اللي يعني اللي تحب المباراة الكبيرة فتقرح ضد الهلال والمباراتين ضد النصر خمس مباراة للسوفيان الرحيمي بستثني نهائي ضد يوكوهاما وبستثني كل اللي سواه في الأولمبياد مع المغرب فالخمس مباراة هذه لأن أتوقع أن أصدقائي كاتش بلسكنوا بخير والله خير مرحبا بيكون في قناتكم وقنات ديسو الخبر أصدقائي غادي نشوفو في هاد الفيديو الإنبيهار ديال الإعلام السعودي على جوج ديال اللاعب المغاربة اللي كيمتلو المنتخب المغربي في الخليج أحسن تبتيل وبجد وجود ديال هاد اللاعبين هادو وبينو على المهارات ديالهم وبسمو الاسم ديالهم في الخليج في القراء السعودي والقراء الإماراتية سوفيان الرحيمي من أحسن المراوغين في الدوري الإماراتي وكذلك كان المباراة مع الهيلال السعودي قدم واحد له هادريك وقدم واحد المباراة جدا رائعة وكان الهجوم بسبب دياله خلاهم أنهم كانوا يقدروا يربحوا ديال المباراة ولكن الدفاع كان عندهم ضعيف كذلك أتكلموا عليه ياسين بونو وما يقدموا عليه رغم أنه ما لعبش في المباراة مع ضد فريق ديال العيد ولكن قالوا كل كان لعب ياسين بونو وما كانت ستجلوا دوك الأهداف أصدقائي مرحبا تطول عليكم لايك على هذا الفيديو أصدقائي وكذلك في الأول ما رأيكم في القناة ستشارك في فعل إذا أرقيته وصل دياله في جديد الفيديو أخبركم تفرجوا وانتلقوا في هذا الفيديو حط الهلال في الامتحان هذا كل مرة لا تصور فيه ثلاثة أو أربع عندي في أفضل حالات أستطيع أن تفعل شيء هذا من عندي الثلاثة عندي يعني أدرس في الراحيمي اللي يقدر سويا أتكلم معك بالطريقة هذي سريع يعني أنا أقول ذكي وفنان مو بسريع مو بسريع أسمع أسمع أترس في أود ما فيه ولا مهاجم سريع لا لا يتحبوا سيطاك كده برد أسمع أقول لك حاجة والله ما فيه ولا مهاجم سريع والله ياسم الشوط الأول قدام الهيال اللي تقدم فيه واحد صغير انفرط ثالث مرات اللي ابن توني بدأ فيها انفرط ثالث مرات سجل واحدة منها قابل يبقى بس شوط الثاني نقع حل جزء أن ننزل ناصر الدوسر هذا اللقص ده أنت تدى الأهلي الأهلي مع كل الحب والإحترام التقدير الأهلي وصل ثالث مرات بس ورد انت جاسم انت ردات انت ردات انت ردات الآن خلنا نأخذها بشكل عام نكبر شريحة الأندية الكبرى اللي واجهتها من وقت ما تعين جيسوس إلى اليوم أتوقع بالراحة يعني بالمئة تتعدى ثلاثين براء كم واحد منها تسجل أكثر من واحد تسجل أكثر من واحد مفاز ما تعكس برأس الناصر هلال الدوري الدور الثاني السنة الماضية نصر كامسة أقل شيء أقل منموم هادفين بونا نطلع ستة هداف كلام صح بس السلام عليك كلام صح هذه المنظومة الدفاعية معنات الحارس قاعد نشي في نفس الموقف من براءة ديسمبر اللي انت ثلاثة صهر الشوط الأول بالحالة كان في موضوع يطلعها صهر معك لازم تأخذ انت أخذ مخاطرة انت تخين وانت تلعب بفريق أفراده طبعا عندي قناعة أنا عندك قناعة ذي أكثر من حلقة ولا ثلث هجومي في الدور السعودي ثقيل إلا ممكن ألمالاتحاد بدي تحسن أنا بذكر في موضوع الاتحاد مع فورمة كريب انزيمة ومع موسى ديابي المترنح وشوي باركفاين إذا دخل في الموت بس ثلث هجومي أو عندك لاعب قدام في الدور السعودي عليه الكلام واحد 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 ولد نفس اللي عنده الهلال سهل مدوسي لمالكم ولا واحد خلنا نواجه مشاكلنا رياض محرز كرشدة أربع كيلو قدام ما يقدر يركض ساد الماني مو قادر يراوه ولا ظهير في السعودية ولا ظهير طبيعي جدا سفيان الرحيمي بس سفيان الرحيمي لاحظ مبليس اللاعب بس لا تخلي تغتزل سفيان الرحيمي فإنه بس عشان سريع قاعد يسوي لا مباشا سريع مباشا سريع في شيء يعني في ثلاث مبارات ضد الهلال والمبارات ضد النصر خمس مبارات لسفيان الرحيمي بستثني نهائي ضد يوكوهاما وبستثني كل اللي سواه في الأولمبياد مع المغرب في الخمس مبارات هذه لأن أتوقع أن غالبية المستمعين أو إحنا شفناها الخمس مبارات هذه في شيء اسمه اسمه الفلو ستيت عند الإنسان لما تصير تتحرك وتأدي إغريميا في كرات الخليجية والأسيوية لما سفيان الرحيمي في الخمس مبارات هذه ضد الناس والضد الهلال يتحول إلى شيء ما أقدر أوصفه إلى شيء ما أقدر أوصفه في كل جزئيات الملعب يعني حتى اللقطات اللي يراوغ فيها لعب دم ما يراوغه يعني أمس كان عنده الأكثر طرف الملعب أنه راوغ ثلاث لعيبة اللي خصص يدع على راسها فيها ترى هو حرفين ما ما راوغ خيره سار فقالدين يفتحون للمسار نفسه إلى أن وصلوا إلى مكان خطير خرافي كيف قاعد يكسف فاولات كيف قاعد ينزل الكورة ويستلم عشان العين يقرب طرح العين أمس قاعد يلعب بالدفاع متأخر مرة تمام وأمل بالله ثم في أن يعني من أول ربع ساعة لما شفت بلاسيس وسوفيان وكاكو قاعدين يسددهم من 40-45 متر من أي مكان من أي زاوية الآن فيه تعليمة عندهم تقول لهم ربعي سددوا سددوا من الأخير فالحين مع كلسبو يعني مدرب بسيط قاعد يلعب على الإمكانيات دي المتاهة عنده بيسويها سوفيان رحيمي مو طبيعي إيش اللي يعني الملاحظة رحيدة لله سوفيان إنه ما يلعب زيك كده كل مرة ترى ما يلعب زيك كده كل مرة ما يلعب زيك كده كل مرة ترى يعني مع العين في الدوري وفي المنافسات المحلية مو بسوفيان اللي قاعدين نشوفها حتى يعني مباراة العين والسد العين متعادل لدقيقة تقريباً سبعين بتسديد البلاسيوس سوفيان اللعبها ما كان نفس اللاعب ضد النصر فهو من اللعبة اللي يعني اللي تحب المباراية الكريرة فتقرر تباك الأداء اللي لعبها سالم الدوسري ولعبها السوفيان رحيم مع بعض لا ما أنا بقارن بينهم عطني فريق لاعب في الدوري السعودي دوري روشن يقدمه لاعب يقدر يلعب في نفس القمة هذي يقدر يقدم لا ساذا لداء يقدر يصناع لك حلول من العدم من العدم من العدم جب لي عطل اسم لعب واحد مع كمية النجوم اللي عندله عطل اسم 17 نادي أتصور أنه ما في أحد يقدر يسويه كذا في مباراة واحدة ويقدر يعني في المسلم شكل المستمر لا ما أضمنها لك بس في مباراة واحدة لمدة 90 دقيقة أنا ما أتصور في اسم مثلاً أفضل من بن زيما بن زيما يقدر يلعب 90 دقيقة نفس حقة سالم ونفس حقة رحيمي بس ما أضمنها على مدى بعيد أضمنها مرة أو مرة يجي من أشياء من العدم إيه بن زيما لا بن زيما لا بن زيما لا بن زيما بن زيما ما عنده القدر أن يسوي العجب في مباراة واحدة لمدة 90 دقيقة في ظروف معينة لا بن زيما يقدر مدريد ولا اتحاد عشو ما نقدر نخلي لا نريد أن يتحدثuan عن بنزيما بن زيما த ب Peng PLA الآن ما الذي نلوح السالم الدوسوري وعند الهلال بشكل عام أنه لديك هداف من العدم من العدم يمكن أن أخذر أنا أخذر أخذ people لأ Surah طائعا أخذر إحدث حسنا جعبني لاعوب في الدورة السعودي ما في علمني أنت بالله عليك في الهلي علمني مرة قعدت كذا تتابع فوجه قلت أنت لازم تقوم شوي شوي تحس من الخطورة هي العقون بساطة هي العقون يوصلت في الخير كذا هم يسجل القول هذا الهلال الأهلي والنصر ما فيه ما فيه هدف يجي كنت تاكي كذا لا ما فيه ما فيه حلول فردية يعني يعني النصر ثلاث هجومي ولا لاعب قادر أن يصرعني من العدم يعني من العدم قول فهمت من العدم قول يعني 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 أنا شو هدف لودي فيه جزء أكسجي حق ترى قليل أن يجي قول أنا قدام اللاعب ولا فيه زيادة عدي وشات هدف سالم الدوسي اللي كلها من العدم شبه العدم ولا لاعب في الدور السعودي يسوي اللي يسواه سوفيان رحيمي وسالم الدوسي في القناة هذه ولا لاعب بس بورد ما كان المفروض أنه هذا النوع من الأسلوب لو لعبها هي قدام الاتحاد أنها وطرافة ما عنده ديابي طيب ليش يختفى ديابي لا 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 ليش فيه ركشاسي والله عمرك ركشاسي يعني واحد كان يؤذي الناس في المساحات يعني واحد كان يقول أنه يسوي له الهداف من لا شيء بس ما عنده شخصية اللي عنده سوفيان رحيمي سوفيانا تتكلم قصدي بورد المنتل تقلت أنه أنه هذا الشكل بتعب الانديا اللي بتهاجمك هل ديابي مو بواحد أنا ما أشوف أنا ما أشوف ديابي أولا ما أشوف ديابي لائب مهاري بالمعنى اللي لاعب يقدر راوخ لاعب سريع بس ما يقدر راوخ أنا ماòذكر شفتك صراحا راوخ خطورتا في الثلثة الأخير لكن في التدرج يعني هذا فسام الدوسري على سبيل المثال ما يقدر يسوي ديابي على الشيء اللي شفت الله عيلم يسويumu ما يسوي بس ماdamn هي مدح فيه لعيب كثير صراعي موجود كثير لعيب صراع في المساحة لكن لا تلعب خطير سفير الرحيم و سالم الدوسري و هؤلاء اللعب جمعوا أمور اللي انت متوقع هم اللعيب سعارهم 30-45-60 مليون يورو رواتبها 20-25 مليون يورو أنا أنا متوقع أقل شيء ان يسووا لي مثل يسونا ذولي الواقع اللي صار أنا لا ولا لاعب في الدول السعودي جايك الآن خطير في المساحة خطير تحت الضغط أنا كده اللي يسوى جيسو الصح طيبي هذا اللي يقول لك انك بتزعب مع 40 نادي ترى كل يمكن يخددونك 3-4 مراس ايه و بسوى الأفراد في الهلال طبعا أعطت أنا هذا الفكرة الأفراد اللي في الهلال اللي انه أفضل من جميع عندي الفكرة بالذات في الثلثة الأخير بالذات في الثلثة الأخير عفوا الثلثة رجومي أفضل بكثير من أفضل بك بمراحل من أي نادي آخر أعطت جيسو رفاهية أن يسوي جميع الأفكارنا بس مثلا لو رجعت لـ 2019 وعشرين الفترة اللي كان فيها جيسو فترة الأولى كانت تقريبا لندي متقاربة مع بعض أنا أعتقد صعب عليهم مرة 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 يسوي يسوي المنظومة اليسوى طيب ثلاثة الهجوم في الهلال أو ثلاثة الهجوم في أرسنل؟ الهلال طلع بمقطع تيك توك طلع بمقطع تيك توك كال الهلال كال؟ نعيدهم جديد ثلاثة الهجوم في الهلال أو في أرسنل؟ والله شوف مقارنة ما أقدر عشان ما يطاعتك بس لا الجد الجد فرديا أفراد أنا أكلمك يعني الحلول والله ما لكم ترى ما لكم العالم ما أعطته قدرة والله العظيم العيب إيلين تقول بس ما لها قضينا في برس سعودين ما برسودين نيوه في برشلونة وفي بوردو طلع زنت ب45 مليون ترى ترى الهيال شراب بنفس القيمة اللي ترعوه في زنت أنا شو؟ هيا دافع في 60 من هيا هيا 45 و 15 أطنس أتوقع متغيرات مبلغ كضخم من هيا شاري ب60 هو زنت شراب برشلونة ترى مبرخيص صح شاري ب50 ايه ب50 يعني ما كسدين لو عالم تقولون هل دافع واجد ترى اللاعب شارين هم غالي صحيح يعني هم أكيدين مفاكة لك 25 برشلونة بورد شراب ب50 باعها ب50 وهيا شراب ب60 وترى خذها برشلون من الانتر الله لا يوفقهم ده من رامو ولا؟ هو كان رايح الانتر عفوا لهم روما روما في المطار صارت أجر روما أخذهم من الانتر بس أنا شوف أفضل وعشان أنبنا صح أمس ممكن ربيعي كان أكثر يعني لاعب في الهلال يثير مخاوف الهلاليين يعني وبانت لقطة توقيع في دقيقة 4 أو 5 مش هتطلع من الأهل يمشيخ صنا معه لا والله مو مشيخ صنا معه ولا حاجة اللي يتسلل في 3 8 يده ايه بس انها يعني ألهمتني أرجع أسوي كذا بحث بسيط عن حاجة معينة الهلال آخر تعادل محلي له كان اللي مع الهلال اللي مع النصر في الأول بارك في ياب الدوري بس أنه أصلا الدوري كان محسوم وقتها ويعني مبارا ما كانت يعني برغبة عالية مثلا من الهلال أو شيء زي كذا وكان في قبلها التعادل اللي كان في 21 سبتمبر 23 ضد ضمك هذا كان آخر شيء فالهلال عنده عنده سلسلة طويلة مرة يعني ما أدري الهلال خسارة والفوز مستمر بس من زمان مخسر حلو؟ فيعني بونو لعب مع الهلال 31 مباراة من لما جاء لعب مع الهل 31 مباراة في الدوري كم تتوقعون؟ مباراة الهلال فاز فيها بفرق واحد بمعنى واحد صفر اثنين واحد ثلاث اثنين من الواحد وثلاثين مباراة اللي لعبها بونو كاملا مع الهلال خمس إذا كثرت إذا كثرت خمس وانت؟ عشر عشر طيب عد معي الهلال فاز بفرق هدف واحد في السلسلة التي طويلة كلها 11 مرة حلوين؟ في بيتك خالد مباراة بس فلتتها؟ كل المبارايات هذه كان فيها على الأقل على الأقل تصديين حاسمة لبونو فأنا ما جيتك لنسبة الكلينشيت لأن بونو تقريباً عنده 17 كلينشيت من 37 مباراة مع الهلال نسبة 46-47% فهذه تعزوها لفضل منظومة وأسلوب وعناصر يعني سالفة طويلة بس نقول لك المبارايات اللي هلال فاز فيها بفارق واحد كان بونو يتصدى في كل مباراة لتصديين على الأقل في مبارايات ثلاثة في مبارايات أربعة في مبارايات مثلا زي مبارايات نهاية الكاس مع النصر عنده ثلاثة تصديات أو أربعة عنده أنا أعطيكيها بالحرب عشان ما أحد يقول لنا ليش غيرت ولا شي النصر في النصر نهاية الكاس كان عنده خمس تصديات في المباراة وبعدين تصديين حق الراكلتين يعني حد في مباراة لهلي في السوبر مثلا في البلنتيات كان عنده تصديين للفرص حقيقية بعدين عنده تصديات البلنتي فمجرد ما طلع خبر التمدد في العضلة ياسين بون والله يشفيه وعافية رب راح تأجري أنا بشرب كم مباراة بيغيب ووش جد والغياب بون ووقتها لأنه ممكن يكون يعني مع نفس أكثر غيابين ممكن تأثر على شكل موسون الهلال كيف بيكون فبعد ما شفت طلعت مباراة الفيحة العين مباراة في الكاس ومباراة في الدوري مفروض عودته تكون في مباراة النصر في الديربي لو الموضوع أخذ أكثر من كده بيكون صعب جداً على الهلال نظراً أن الهلال يلعب بالسوبل أنت قاعد تتكلم عنه إن لو في أحد فهم الطريقة كيف وكان فيه اللاعب المناسب عادي توصل مرة من الهلال ثلاثة أربع مرات فهذه إحصائية تأكد فكرة إن لو استمر غياب بونو ممكن تكون أكثر سبب يخلي الأندي الآن تبدأ تؤمن بفرصة الحقيقة بأنها تفوز على الهلال حتى كانت مباراة الدوريو ومباراة كاسو ووتيفرة كانت المباراة فلاعب مهم نقهر كان ودي نصور الحلقة مرة العين عشان أقولها وتأكد الموضاحب الزجال رباة عمس ما قسر استقبار بها وأكد حاجة زي كده وأعتقد إن قيمة بونو ما بيعوضها يعني صراحة يعني حتى محمد وعيس مع كل احترام التقدير له يعني ممكن يكون حارس وظل مربعي بس عمره ما رح يكون بونو الغياب مؤثر جداً الوحيد اللي عنده فرصة دي ان يجرب مع الهلال بدون بونو هو التعاون فما عرف اش بس ايه وصلنا لنهاية الفيديو وكنت من نبلغ الفيديو كنا الإعجاب ديالكم خلونا يا أصدقائي الأعراء ديالكم في التعليق اللايك والبرتاج وكلك أخوتي العزاس نتلاقاوا في فيديو جديد موضوع جديد والسلام عليكم